نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تواغل كبير نسبياً داخل قطاع غزة في عملية وصفت بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق وزعم جيش الاحتلال أن قواته نفذت عملية محددة الهدف بدبابات في شمال قطاع غزة في إطار التحضيرات للمرحلة المنقبلة لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بالغارات على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف الشهداء والمصابين طيل تلاشين يوماً الماضية وإنما يحاول الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر تنفيذ بعض التواغلات البرية في شمال القطاع كان آخرها ما قام به ليلة أمس قبل أن ينسحب ويتراجع وزعم بيان لجيش الاحتلال أن التواغل تم استعداداً لمراحل قتالية تالية في إشارة محتملة لغزو واسع النطاق طالما هدد به المسؤولون الإسرائيليون منذ بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري كما جاء التواغل بعد إعلان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أن جيش الاحتلال يستعد لدخول بري إلى قطاع غزة في غضون ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي قصفاه المركز على قطاع غزة المحاصر إذ شنت طائرات ومدفعية الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة حيث استهدفت طائرات الاحتلال مشروع بيت لاهيا شمال غزة بعدة صواريخ وكذلك محيط مسجد الهدى مقابل مدينة الشيخ زايد كما شنت قوات الاحتلال غارات في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة إضافة إلى غارات في حي النصر غرب المدينة جنوبا واصل الاحتلال وقصف منازل المدنيين في مدينة خان يونس كما قصفت طائرات الاحتلال منازل أخرى في مدينة رفح جنوب القطاع مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين